بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث حول شروط الصلاة ومن هذه الشروط الطهارة من النجاسة أو من الخبث وقلنا أن النجاسة والخبث تكون في الثوب أو في البدن أو في المكان وذكرنا أن الأماكن والأراضي كلها مسجد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن يستثنى من هذه الأراضي ما جاء الدليل باستثنائه ومن ذلك الصلاة في الأماكن النجسة والصلاة في المقبرة وهذه المسألة أيضا الصلاة في أعطان الإبل وأعطان الإبل جمعوا عطا وفسرت بأنها مبارك الإبل مطلقا أو ما تأوي إليه أو ما تبرك فيه عند صدورها من الماء والصحيح أنه شامل كما قال ابن عثيم رحمه الله شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه سواء كان محاط بجدار أم بقوس من الخشب أو الأشجار أو نحو ذلك فمعاطن الإبل هذه من الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فإنما يقول المؤمن سمعا وطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فالصلاة في أعطان الإبل ورد الحديث بالنهي عنها فننتهي عن ذلك ولو لم نعلم الحكمة مسألة استصحاب النجاسة في حال الصلاة استصحاب النجاسة في حال الصلاة لها حالات الحالة الأولى أن تكون النجاسة يسيرة دمي حيوان طاهر أو ما يشق التحرز منه مثل أصحاب الحمير الذين يلامسونها ويحملون عليها أمتعتهم فلا يسلم من يصاحب هذه الحمير من أن يأتيه شيء من رشاش بولها أو نحو ذلك فإذا كان يسيرا فإن ذلك يعفى عنه فتصح الصلاة مع استصحاب النجاسة اليسيرة الحالة الثانية أن تكون النجاسة كثيرة مثل أن يتلطق الثوب بنجاسة فهذا حامل للنجاسة في الواقع لأن ثوبه كله نجس وهذه نجاسة كثيرة وكذلك من حمل في جيبه مثلا قارورة فيها بول أو غائط يريد أن يحلل للبول أو الغائط فحمل القارورة ووضعها في جيبه فنقول هذا أنه حامل للنجاسة فلا تصح صلاة مع حمله لهذه النجاسة والدليل على أن حمل النجاسة الكثيرة تبطل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه حينما أخبره جبريل أن فيهما أذى وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الخبر خلع فورا الحذاء وتركه لأن فيه نجاسة الحالة الثالثة من جبر عظمه بنجس كمن كسرت يده أو شيء من بدنه أو شيء من عظامه فلم يجد إلا أن يجبره بشيء نجس كعظم كلب مثلا فهذا من كان هذا حاله فإنه يصلي ولا ضرر عليه ولا يجب عليه حينئذ أن يكسر هذا العظم ويزيله لأن هذا من ما دعت إليه الضرورة فهنا يعفى عن هذا الأمر لأن هذا فيه ضرورة احتاجها الإنسان ولا يمكن إزالتها إلا بضرر أعظم فلا تزال وصلاته في هذه الحالة صحيح مسألة ملاقات النجاسة للثوب أو البدن أو المكان هذه المسألة إذا باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تسح صلاته وإذا كانت الأرض نجسة فغطيت بالطين أو الفراش الطاهر كره الفعل وصحة الصلاة أنه غط النجاسة بالطين أو وضع عليها فرش فهنا يكرى لأنه قد قد يأتي من النجاسة ما يتجاوز هذا الفرش ويصل للإنسان تصح الصلاة إذا تأكد أنه لم يصل إليه شيء من نجاسة وهذا الذي ذهب إليه بن عثيمين وقال الصواب أنها تصح ولا تكره لأنه ليس على الكراهة دليل إذن الأرض إذا كانت نجسة فغطيت بشيء طاهر لا تصل أو لا تخرج منه النجاسة قال بن عثيمين أنها تصح الصلاة ولا تكره من رأى عليه نجاسة مما لا يعفى عنها بعد صلاته بعد ما انتهى من الصلاة وجد أن عليه نجاسة كثيرة لا يعفى عنها هنا صورتان الصورة الأولى أنه لا يعلم هل كانت عليه النجاسة وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة ففي هذه الصورة لا إعادة عليه وصلاته صحيحة لأمرين الأمر الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصل أنه غير موجود المفسد فصلاته انتهت وهو على طهارة وليس عليه نجاسة والأصل أن هذا المفسد غير موجود الأمر الثاني أنه لا يدري حصلت له تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه والأصل عدم الحصول فلا إعادة عليه في هذه الصورة الصورة الثانية أن يعلم أن النجاسة كانت عليه وهو في الصلاة وفي هذه الصورة أحوال الأول أن يعلم أن النجاسة كانت عليه في الصلاة لكن بعد أن سلب من الصلاة الحال الثاني أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم ليست من النجاسات المانعة من صحة الصلاة الحال الثالثة أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يعلم أن إزالتها شرط لصحة الصلاة هذه الصور التي يمكن أن يتصور أو الأحوال التي يمكن معرفتها في هذه الصورة إذا علم أن النجاسة كانت عليه في الصلاة لكن بعد أن سلم أو أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أنها من النجاسات المانعة من الصلاة أو يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يعلم أن إزالتها شرط لصحة الصلاة ففي هذه الأقسام الثلاثة أو الأحوال الثلاثة تلزمه إعادة الصلاة لأنه أخلى بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة هذا على المذهب وقاس ذلك كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث فإنه لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث فإن صلاته باطلة قال ابن عثيم رحمه الله والراجح في هذه المسائل أو هذه الأحوال الثلاثة كلها أنه لا إعادة عليه سواء نسيها أم نسي أن يغسلها أم جاهلا أنها أصابت أم جاهلا أنها من النجاسات أم جاهلا حكمها أم جاهلا أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة واستدل على ذلك بالقاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعبادة وهي قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهناك دليل خاص في هذه المسألة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى فينا عليني وفيهما قدر وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة هذا والله أعلم